ياسمين رئيس وزوجها أو زوجها السابق هادي البجوري القصة القصة أنها ياسمين النهاردة عملت منشور وقالت فيه بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله عزيم الحمد لله على كل شيء عشرة طويلة ولكنها لم تدوم عشرة 11 سنة تعلن انفصالها في الطبيعي يعني نوع ده من الإعلان مقدر لأنها شخصية عامة بتعلن لكن اللي الناس توقفت عنه أن ما فيش من أسبوعين بس كان البجوري المخرج المعروف وهو التقريب اللي بيكتشافه على فكرة ونص عملها معاه كان في حوار تلفزيوني يا كريمة وكان بيكلم على فكرة أنه تخور من زوجته ممثلة ولا يمانع من تقبيل زوجته أعرف أنا بأمانة يعني يا خالد أن النوع ده من الأسئلة من الصحفيين والإعلاميين الغام لما بندخلها في دايرة الحياة الشخصية للفنانين أو الشخصيات العامة معناه أن احنا بنزرع لغا في البيت يعني أنا ضد هذه النقاط اللي هي السخنة اللي بيقولوا عليها لأنها ما بتوصلش في الآخر غير الأشياء شبه اللي انت شاهد لا بس دا كان يعني اللي قليته كريمة دا برضو كان مطار حديث كتير على سوشيال ميديا هل التصريحات دي هي سبب الطلاق؟ زماننا الحامد عبد الرحمن وهو يعني ناقد وصحفي فني كبير جداً وعنده معلوماته كبيرة جداً ورئيس تحرير موقع إعلامتكم قالك البعض هيفتكر أن ده رد فعل على تصريحاته الأخيرة أصده هادي البجوري لكن الخلاف من قبل كده وهنا بتتفتح قضية أخرى حول إزاي تكلم في تصريحات مثيرة للجدل حول المشاهد الرومانسية عن سيدة شبه انفصل عنها وقت تصوير البرنامج لأنها وقتها كانت في السعودية عندها مصرحية في موسم الرياض وراحت عملت عمرة رجعت بعدها بيومين عملت المنشور وأتمنى تكون دي نهاية قصة ياسمين وهدي البجور من ناحية بالتصريحات والقصص